الحصول على قطرة ماء بقرية تالات بلدية لتبان جنوب اسطيف بات حلما صعب المنال فعلى سكان هذه المنطقة المهمشة التنقل لمسافات طويلة في هذه التضاريس الجبلية الوعرة سوف ترى المعانيات نزلنا نزلنا على الدواب حاشيكم نزلنا نزلنا في البرويطة مال هذه كل ما بدي جاني ندير تسفايجات في النهار تسفايجات في البرويطة هنا الحياة أشبه بمعيشة البدائيين فالحطب للتدفئة في المنازل دون الغاز الطبيعي زاد من معاناة السكان حجم المعاناة والتهميش لم يقتصر في انعدام الماء والغاز فقط بل تعد إلى الكهرباء فأغلب البيوت ما زالت تستعمل الشموع واللوازم التقليدية في الإنارة بعد رفع هذه الانشغالات للمسؤولين يقول رئيس بلدية لتبان لقناة الشروق حد الان العملية راهي ماشية الميلف راه على مستوى المصالح مدينة الطاقة والصوني القاز راه يفد لجنة إلى عين المكان وقامت بإحصاء المساكن الشاغرة والمساكن المشغولة على مستوى بلدية لتبان بما فيها القرية الثالث والقرى المجاورة أكثر من مئتين أكثر من مئتين ليستاهلوا الربط بالكهرباء وتبقى هذه القرية خارج مجال التنمية إلى غاية تدخل الجهات الوصية لتلبية مطالب السكان